تباين للأرى تشهده الساحة السياسية حول مشاركة بعض أعضاء المجلس السيادي من المدنيين في الحملة الصحية التي تقودها قوات الدعم السريع وينظر تجمع المهنيين إلى الخطوة باعتبار أنها لا تتسق مع اطلاع جميع مؤسسات الدولة بأدوارها المتفق عليها فيما تنظر قوات الدعم السريع إلى الحملة الصحية على أنها تندرج ضمن الأدوار التي يجب أن تطلع بها خدمة للمواطنين تباين للأرى تشهده الساحة السياسية في السودان حول مشاركة بعض أعضاء المجلس السيادي من المدنيين في الحملة الصحية التي تنظمها قوات الدعم السريع حيث انتقد تجمع المهنيين السودانيين مشاركة ممثلي قوى الحرية والتغيير في تتشين قافلة صحية في إطار حملة الدعم السريع لمكافحة الكوليرة وينظر تجمع المهنيين إلى أن مشاركة ممثلي الحرية والتغيير داخل السيادي لا يتسق مع اطلاع كافة مؤسسات الدولة بأدوارها المتفق عليها على اعتبار أن التعامل مع هذه الكوارث الصحية يقع ضمن الاختصاص المباشر لوزارة الصحة الاتحادية ووزارات الولايات المعنية وليس قوات الدعم السريع فيما تنظر قوات الدعم السريع إلى الحملة التي أطلقتها لمكافحة الكوليرة وحمى الظنك وشكونغونيا ببعض الولايات بأنها تمثل أبرز الأدوار التي يجب أن تطلع بها خدمة للمعنية وأن دورها لا يقتصر فقط على حفظ الأمن والاستقرار وبقية الأدوار الأمنية تجمع المهنيين يشير إلى أن كل المبادرات من خارج عباءة وزارة الصحة المعنية يجب أن تكون بإشراف وتنسيق هذه الوزارات وليز لأي جهة سواء من الداخل أو من الخارج أن تتدخل مباشرة بأي شكل دون أن تضع إمكانياتها تحت خدمة وتوجيه الوزارات المعنية ويأتي هذا الحديث في وقت يعالي فيه مواطن شرق السودان من قصور في الخدمات الصحية خاصة مكافحة الأوبئة والأمراض التي تفتك بالحياة ويحتاجه إلى تدخل عاجل وسريع على كافة المستويات